تحية طيبة والسلام المسيح معك والرب يبارك يومك وحياتك تعملنا لهذا اليوم هي آمن بالرب يسوع كل من ذكرت بالصفر أعمال رسل إصحاح 16 رح نقرأ بعض الآيات من هذا الإصحاح الجميل المنعلى الثلاثين ثم أخرجهما وقال يا سيدي ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص فقال آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك وكلمه وجميع من في بيته بكلمة الرب القصة لا علاقة بالاضطهاد بولوس الرسول بسبب التبشير الذي كان يبشره وهو كان في السجن مع سيلة كانوا يسبحون ويرنمون ويرتلون لإلهنا الحين وفي لحظة صار هزة أرضية مكتوب في الكلمة انفتحت الأبواب وانكسرت القيود حارس السجن يجا على مون يشوف شنو اللي صار وهو خايف ومن شاف أن الأبواب مفتوحة والسجن ما موجودين بي خاف أكثر أخذ سيفه وراد ينتحه بولوس طمن وقال له بأن المساجين ما هربوا وبنفس الوقت كان لما قال له آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك حارس السجن سمع الكلمة وآمن هو وأهل بيته بسبب شاف تعامل وتصرف تلاميذ الرب شاف أمانتهم نزاحتهم قوتهم وإيمانهم وثقتهم بإلههم ولهذا كان سبب أنه هما مهربوا وهم بقوا موجودين بعدين اكتشف أنه فعلا الإيمان هذا اللي مغيرهم شنو اللي يشوفون الناس بيك أنت كمؤمن بالمسيح شنو اللي يشوفون بحياتك هل اللي يشوفوه يقربهم أم يبعدهم عن الرب حارس السجن اتقرب إلى الرب وآمن بسبب أنه شاف تلاميذ الرب يعيشون الكلمة ليطبقون الكلمة وهذا كان سبب خلاصة وسبب أنه فتح الباب أنه أهل يسمعون أيضا كلمة الرب هاليوم في كثير ناس بيتابعوك ويراغبوك محتاج أنه فعلا تفكر شلون تعيش وهل تعيش لمجد الرب وتعيش حسب ما الرب يريد من عندك وإذا أكو أشياء صعبة بحياتك أنك تعيش حسب الكلمة إلهنا حي هو قادر أن يجي ويغيرك ويسهلك خلينا نصلي هالصلاة ونقول لها يا بان السماء نحن جايين فعلا يا رب نعترف بضعفنا نعترف بمحدوديتنا لكن عيوننا عليك ساعدنا يا رب أنه كل تصرف كل كلمة كل سلوك يا رب اللي بنعيش على هذه الأرض يكون لمجد اسمك وبسبب أعمالنا وحياتنا الناس تجي وتعرفك باسم المسيح يسوع صلي آمين 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 بالرب يسوع تخلص أنت وأهل بيتك اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر